مواقع كوادر حزب الله ومنشأته العسكرية ومخازنه وكل ما هو على ارتباط به في لبنان وخارجه مكشوفة بالنسبة لإسرائيل وهو أمر وثقه الميدان كما صحيفة كوفيجارول فرنسية في آخر تقرير لها فبحسب الجريدة ونقلا عن قيادي في الحزب استخدم اسما مستعارا الإسرائيليون جندوا بوابي المباني كما أبناء البيئة التي تعيش فيها أهدافهم لمعرفة أدق التفاصيل وأضاف ما هو واضح أن الحزب استخفى بعدوه بعد انتصاره عام 2006 ولم يعمد إلى تغيير أي من تكتيكاته أو استراتيجياته أو مواقعه وكبده بحسب مصادر لوفيجارو خسائر كبيرة في هذا الإطار توقع ديبلوماسي فرنسي مطلع على شؤون لبنان أن أضعاف حزب الله سيؤدي إلى سيطرة إيران على الوضع داخل الحزب وهو موقف أكده مصدر إيراني مطلع بشكل عام مشيرا إلى أن الضباط الإيرانيين سيملؤون الفراغ في الجناح العسكري التابع للحزب الذي أصبح ضعيفا الآن وسيحتاج هؤلاء إلى المشورة بشأن الاستراتيجية العسكرية ما سيوسع الوجود العسكري الإيراني وهذا الواقع ليس بجدد فقد حدث بالفعل بين عامي 1982 و 1987 في السنوات الأولى لوجود حزب الله دائما وفق لوفيجارو الكاتب السياسي قاسم قصير أكد في حديث لأم تيفي أنه من غير الصحيح أن إيران تعمل اليوم على إعادة هيكلة حزب الله قائلا هنا قيادة جماعية وهي شور القرار تتولى حاليا قيادة الحزب واتخاذ القرارات المناسبة كما يتولى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التعبير عن مواقف الحزب أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فيحدد المواقف السياسية وأضاف إيران تقدم كل أشكال الدعم والمشورة ولكن القرار بالتعينات واختيار القيادات وتحديدا الصف الأول فيعود إلى مجلس الشورى والمجلس العسكري أو الجهادي ولا علاقة لطهران به